شايف المباراة زي يا أحمد؟ لا مباراة صعبة مباراة بكرة مباراة صعبة لسبب كمان أن تونس أول مرة تكتمل صفوفها من بداية البطولة معنى إيه بكرة في مدافع يمكن الإعلام عندنا ما تكلمش عنه منتصر الطالبي منتصر الطالبي بيلعب في روبين كازان الروسي تم استدعاءه هو أصلا كان موجود في القايمة وبكرة حينضم يعني بكرة هتلاقيه في التشكيل الأساسي يعني ده في التشكيل الأساسي منتصر الطالبي المدافع ده ده هيزود لهم هم الأول برضه عشان الناس تكون فاهمة كانوا بيلعبوا 3-4-3 عانوا من بعض المشاكل الدفاعية فبدأ منذر الكبير المدرب بتاعهم يحولها الـ 4-2-3-1 فبكرة أول مرة علي معلول بقى جاهز منتصر الطالبي المساك راجع من كمان محمد علي بن رمضان كان مطرود وراجع بكرة كان واخد إقاف مطشين وراجع عندك الشخاوي ياسيني الشخاوي المهاجم كان مصاب ورجع فالأول مرة منتخب تونس يكون مكتمل بكرة يعني يكون مكتمل وتقريبا هم حوالي 70% من المنتخب الأساسي بتاعهم يعني هو الفرق بس إلياس سخيري هيرجع قدي التشكيل يعني ده التشكيل الأقرب بكرة ده التشكيل المتوقع بتاعهم في حراسة المارمة طبعا معز حسن ياسين مرياح ومنتصر الطالبي محمد أمين بن حميدة أو علي معلول ممكن علي معلول يكون مفاجأة بكرة ويبدأ بيه لأنه بالراجل بيحبه طبعا 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 ولكن احنا بنتكلم على أن 80-90-100 صحيح عشان مش جاهز قوي يعني أو لسه راجع احنا نتمنى أن هو ما يلعبش للسببين أول سبب أنه يكون جاهز للأهل يعني ما يتصابش الحاجة الثانية طبعا عشان خطورته يعني محمد دراجر طبعا ده واحد من البكات اليمين كويسين جدا هنبعل المكبري ده صنع علعاب منشستر يونيتد ارتكاز وصنع علعاب يعني ونعيم السليتي جناح يمين ويوسف المساكني وصيف الجزيري ده التشكيل الأقرب بكرة ممكن يخش جلان الشعلالي مكان واحد من الارتكاز ولكن ده بنسبة 99% قد يكون تشكيل منتخب تونس بكرة